اشتركوا في القناة او لا يوجد طبعا في اشياء اللي محطوط عليها علامة استفهام هذي كلها اشياء جديدة قصات شعر جديدة وشغلات جديدة لكن نتعرف على البقية هنا اتوقع الاقراط هذه على شكل برتغال يلا نحطها وعندنا النظارات اليوم في نظارات جديدة نشوف نشيطة بنظارات نظارات حلوة هذه اوكي وبعدين هنا لا هنا ماهو النشيطة نجي الى القبعات هنا هنا في في قصة جديدة للشعر خلونا نشوف نحط النشيطة هذه التسريحة الجديدة الرائعة وبعدها ايش هنا الفيس الشكل كيف انت تبغي الشكل نشيطة او الوجه الخاص بنشيطة خاصة اتوقع العيون لا هذه تخليها كبيرة مرة هذه تخليها طفلة بريئة وراح نختار هذه اليوم اوكي عندنا الان الازياء الازياء في مستوى الخمسة وعشرين نشيطة راح تحصل على ايش راح تحصل على ازياء اثنين جدد راح يفتحوا معاها اليوم راح نغير ازاي ونلبس هذا ازاي تغير شكل نشيطة لما غيرنا الوجه ما ادري والله ليش خلونا نرجع لهذا ازاي لهذا الشكل ما ادري والله لا لا نرجع هنا الطفولة والبراءة اوكي الان غيرنا من ازاي وغيرنا من الشكل اصدقائنا راح نشوف التركتور هل بامكاننا نغير التركتور هنا في موجود تركتور اخر اليوم راح نغيره ليه هذا اللون لكن ما اتغير شكله الى الان وعندنا هنا بعد ايش هنا ما ادي ما اتغير وهنا ما اعرف شي جديد ما اعرف عنه اهااااااا هاتي العلامة اللي تن وجد على التركتور اوكي نحط هذي الكرة ونقول نعم نعم وراح اللون انا يعني توقع اللون نقدر نغير اللون اها بامكاننا نغير الالوان شوفوا كيف اي لون احنا وودنا نغير بلون وانا صابر متحمل لي فترة طويلة ويلا خلونا نطلع الان وين نطلع الى المزرعة طبعا هنا الحركات حنا عارفينها من اول يلا يا نشيطة نعود الى المزرعة اهلا وسهلا بكم بمزرعة نشيطة اهلا يا نشيطة مرحبا فيكم اليوم غيرنا الستايل وغيرنا اللبس وغيرنا الشكل خلونا نشوف اول شي ايش المهام اللي عندنا اي مبوني كلهم فيش مطلوب علينا عشرة الاسماك هذي تعتبر نوع جديد والان جهزين اطلبوا من عندي عشرة والان خلصنا المهمة اوكي الطالبي من عندنا كذلك هناك ميلون اللي هو البطيخ طالبي من عندنا خمسين بطيخ والطالبين علينا اااا روتيتلس او تقريبا رسمة عمل فني طالبي من عندنا عمل فني والعمل الفني هذا البطيخ البطيخ يحتاج الى سقي ممكن يحتاج الى سقي خلونا ابعد شوي صورة نعطيه سقي حتى نخلص بأسرع وقت ممكن زرعت خمسين من البطيخ حتى أنهي هذه المهمة في أقرب وقت ممكن تعرفون نشيطة لا تتوقف في مزرعتها وفهي لم نسميها نشيطة إلا لأنها فعلا تعتبر مزارعة وفلاحة نشيطة نروح للمسكن عندنا هناك مهمة كذلك لوحة خلونا نروح نشوف اللوحة هذه اللوحة مطلوب علي عملين فنيين رسمة أمها أو رسمة شخصيتها نشيطة خلونا نشوف أتوقع هذه أم نشيطة أوكي خلصناها هذه أم نشيطة شوفوا اللي ما يعرف أم نشيطة هذه أم نشيطة هل هذه أمك نعم الشبه الشبه يعني نقول مئة بالمئة هذه نشيطة اليوم يعني مسكينة حاولت تذكر أمها راح ترسمت أمها أوكي هل خلصت اللوحة لا لم تخلص اللوحة بعد باقي لنا عمل آخر ما أنا عارف والله إيش يقصدون هل نحتاج نضع أوكي هنا خالص أوه خلص العمل المطلوب من عندنا الآن نكمل هذا العمل الفني الطبخة خلصت أوه باقي لنا المهمة خلص باقي لنا إيش باقي لنا أيها الأصدقاء الكرام باقي لنا فقط البطيخ خمسين من البطيخ في هذه المهمة أصدقاء الكرام بالفترة الأخيرة اكتشفت بأن المخزون جدا عالي عند نشيطة طبعا تحتاج زيارات كثيرة إلى القرية وتبيع إلى المحلات محلاتها الخاصة هناك توزع عليهم البضائع سواء كانت خضار أو كانت فواكه أو كانت أسماك خلونا نروح لأنه مليانة أوكي هذه مهمة بعد عندنا أحد المهام الخاصة بالخيار مطلوب علينا التسعين خيار يا سلام جبنا الهدف التسعي خلصنا لكن عندنا لاندرس باقي لاندرس باقي ما أدري والله وين هي هذه لا هذه لاندرس بيك خلونا نشوف المهمة كويس لاندرس باقي أتوقع أول وحدة إيوة هذه مطلوب علينا خمسين واللي موجود عندنا عشرين يلا يلا نحط لهم أكل وننتظر متى يعطونا المبنى الآخر هذا يعطينا كذلك مجوهرات هذه الطاحونة بدل ما تعطينا دقيق تعطينا مجوهرات خلونا ناخذ البيض راعي السوبر ماكت لما زرت آخر مرة القرية قال لي وين وين الحاجيات اللي أنا طلبتها من عندك خلونا نروح لهم الآن إلى القرية ونوزع بعض المنتجات على المحلات طبعا هذا هو المستودع المستودع سعة كم نفتح سعة المستودع مئة وستين اتوقع والله كذا تقريبا يحتاج من عندنا ثلاثة شهادة و آه اثنين وثلاثين ما راح نقدر ما راح نقدر ما راح نقدر نعمل له تطوير خلونا نشوف هذا راعي البقالة هو اللي راح ياخذ من عندنا البيض آه عندنا لك طماطم أوكي والبيض موجود حسب الطلب اللي انت طلبته أوكي الجماعة ما ادري والله راح يسوون شكشوكة ولا ايش يعني شكشوكة بيض آه آه أما راعية أو صاحبة الورود خلونا نشوف عندنا ورود كثير يو 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 وكل ما تجي إلى المحلات تعطيهم تبتدي ايش تأخذ من عندهم مجوهرات الآن أصبح عندنا خمسة أنواع من الورود تم زراعتها وين تم زراعتها يا سلام خلاص فلست من المجوهرات لأننا لابد نعطيهم منتجات المزرعة نأخذ مقابلها هذه البقالة لسه باقي عليها هذا توقع هو المخبز وخلاص ما راح نعطيك كثير لأنه إحنا نحتاج وهذا صاحب الفواكه أوكي صاحب الفواكه ما عندنا لك فواكه كثير غير النوعية هذه الكماثرة وعندنا التفاح الأحمر فلس هو الوحيد اللي ما يفلس أوكي الليمون خلاص طيب وبعده بعده هذا صاحب الميكانيك الميكانيك ما نعارف والله يبغي روز ما نعارف والله هو يبغى من عندي روز ما أدري كم يبغى من عندي شهادتين أعمل أبغريد أوكي عملنا أبغريد ولكن ما أدري والله لإيش بالضبط تقريبا للتسريع لإصلاحات السيارة اللي عندنا وكذلك لعمل الوقود أسرع تقريبا أوكي هذا يحتاج من عندنا نوع أنواع من الخضار يلا فلس عندي كمية كبيرة حبيبي لازم لازم تشتري لازم تمشي البضاعة ويا الصباح الخير لأصدقان الكرام أهلا وسهلا فيكم نشيطة طبعا بعد ما تصحى الصبح لابد تروح وتفطر والفطور بيكون أكيد من المزرعة زبدة جبنة مربى يتم إنتاج هذه الفطور عن طريق جميع منتجات اللي موجودة عندنا وين اللي موجودة عندنا في المزرعة أوكي بالعافية عليك يا نشيطة يلا قومي ورانا أشغال كثيرة خلينا نروح نخلص أعمالنا إيش اللي مطلوب علي أصدقان حصلت أحد الديكورات الجميلة والرائعة موجودة عندنا هنا بثلاثين مجوهرة طالما زادت عندنا المجوهرات بثلاثين مجوهرة تضع تضع إنارة جميلة للطرقات عندك خلونا نجمل فقط الآن المنطقة المحيطة والقريبة من مسك النشيطة فقط منظر جمالي هي راح تاخذ من عندنا عدد كبير لكن معلش خلونا شوية نبحبح نشيطة ونجعل منطقتها أجمل وأجمل هذه الإنارة في الليل راح نشوفها معاكم كيف راح يصير شكلها أوكي وبعد وش عندنا عندنا حاجة بعد اليوم راح نركبها معاكم للحيوانات لحتها وما عرفت والله بالضبط هي إيش راح يكون عملها هذه بالضبط راح تكون من ضمن المباني من زمن ما ركبنا شي جديد هذا هو هذا فيدر اسمه Increase the food capacity of an adjustment animal field هذا يركب لك أو يعمل لك زيادة في 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 الإطعام أو كذا إطعام الحيوانات ما ما عارب بالضبط راح أبنيها الآن هنا وأشوف شوفوا كيف لكن هل هو يغذي الحيوانات وأنا فقط أزيد الكمية مش واضح هل هو يأخذ التغذية والحبوب مباشرة قد يكون هذا الشيء هو اللي راح يحصل وأنا راح الآن أزرع كمية كبيرة من الحبوب قد يكون يعتمد على المخزون اللي موجود عندنا وين اللي موجود عندنا في المزرعة وهذا راح يريحنا من عملية كل شوي نجي ونضع أطعم للحيوانات اللي موجودة عندنا في الحضائف يعني راح يريحنا كثير فما نعرف طريقة العمل الخاصة فيه ولكن مع الأيام راح نفهم بالضبط هذا إش هو وش يعني وش الفائدة من عنده يسمونه كباستي فيدر يعني خاص بتغذية الحيوانات تزيد الكمية وتضع الكمية وانت تشوف هذا إش باقي له البطيخ البطيخ باقي له ساعة وشوي يعني ما راح نقدر نأخذ البطيخ هذا اليوم ولا نقدر ننهي المهمة أبل سلد إش أبل سلد أبل سلد أوه ليكون حاجة تطبخ في المسكن تقريبا ممكن في مطلوب علي مهمة عمل طبخة في المسكن احتمال كبير والله يمكن يمكن نروح للمطبخ يلا يا نشيطة روح المطبخ وش اللي موجود عندنا لا مش هي خلونا نشوف الطبخات ها هنا طبخة بيض فرايد ايك حلو ممتاز عندنا طبخة بيض الآن جديدة وعندنا إيش بعد لا لتو توليول وهنا قبل سلط اوكي راح نصنع هذه اللي هي سلطة التفاح وننتظر متى تخلص طبعا كل طبخة تحتاج إلى وقت معين حتى تخلص اوكي لوحتنا خلصت ام نشيطة ولوحت ام نشيطة انتهت والآن راح ننهيها يا سلام ستة من لسه باقي ما خلصت لوحة امك تقول لا لسه ما خلصت يلا اصدقائنا لوحة ام نشيطة ما زالت ما انتهت وخلونا نروح مع نشيطة اذا كان باقي عندنا شي نشوف معاكم اشياء جديدة اليوم نحاول نضيفها في مزرعات نشيطة خلونا نشوف الديكورات او المباني المباني وضعنا هذا المبنى ومن اول حدنا كنا وضعنا الطاحونة وعندنا السقي الخاص والسقي هذا اوتوماتيك ولكن بشهادتين راح ياخذ علينا كثير من الشهايد ولكن احنا بامكاننا نشوف حقل صغير ونجعل هذا الحقل هذا المنطقة لا ولكن هنا عندي هناك حقل صغير بامكاننا نضيف الاضافات هذا الحقل خلونا نشوف الاضافة اهان اوكي الان الحقل هذا ما يحتاج نسقي خلاص هو راح يتم سقيا اوتوماتيك نشوف كيف الطريقة طبعا الشهايد راح تخلص من عندي ولكن نقول مع المهام راح تعود الشهايد نزل عدد الشهايد الى التسعة شهادة ونشوف السقي الخاص اليوم هذه هي شغلتنا هو المفروض كان بامكاني اركب لاين ولاين لاين اركب ولاين ما اركب هذا اللي باللي الان على العموم احنا اليوم قمنا بعمل جديد في مزرعة نشيطة ونشوف اشي اللي باقي عندنا قبل صلط باقي عندنا مهمة وكلوم فش مطلوب علينا هذا الاسماك سهلة امرها كلوم فش موجود عندنا كثير فخلونا نقفل لا ما راح تتقفل المهمة عندنا هنا الكلوم فش لا هذا الكلوم فش خلصنا مهمة الكلوم فش باقي نصلط التفاح تخلص وبعدها ننتهي وباقي نكذلك عندنا البطيخ ننهي البطيخ وبكذا نكون احنا اليوم جينا على نهاية فيديونا لهذا اليوم اتمنى لكم اوقات سعيدة اصدقانا ومن نشيطة لكم التحية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة